دعني أتحول لسيد جوستن سيد جوستن هناك العديد من الملفات المشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب البريطاني نتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية نتحدث عن ملف الناتو وهو ملف حساس جدا ونعرف جميعا كيف كان يعني يتعامل ترومب تحديدا مع وجود الناتو كذلك العلاقة مع الصين توترات الشرق الأوسط كيف يمكن أن نتوقع القادم هل سيكون هناك تعاون بريطاني أمريكي فيما يتعلق بهذه الملفات أم يمكن أن نشهد خلافات تظهر وبشدة وبحد أيضا شكرا جزيلا جمانا إن هذا سؤال رائع الحقيقة هي بأن عندما ننظر إلى الوضع الحالي في لندن وفي واشنطن وعندما نمر الأحداث الجارية في البيت الأبيض وفي الكونغرس وأيضا ما يجل في عشرة داونينغ ستريت فإن هناك اختلاف وجهة النظر في التعامل مع هذه الملفات دون شك ولكن هناك دائما تركيز على العلاقة الخاصة التي تجمع بين بريطانيا والولايات المتحدة لا أعتقد بأنه في أسوأ ظروف أن ديناميكية هذه العلاقة بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب والحكومة البريطانية العملية الحالية لا أعتقد بأنها سوف تتغير بشكل كبير نحن رأينا تصريحات ديفيد لامي الماضية ولكن تلك التصريحات لم يلقي لها أحد بالا هنا في واشنطن وأيضا لا أعتقد بأن هناك الكثير من الاهتمام بالعلاقات الخارجية حاليا داخل الولايات المتحدة سوف تكون هناك اختلافات وهناك اختلافات في الواقع ولكن في هذه النقطة يبدو بأن شخصية الرئيس ترامب يعني بأنه لن ينسى من ينتقده سيد جاستن يعني ليكون الطرح منطقي إلى حد كبير هذه هي شخصية ترامب الذي يعرفها الجميع جمانة ليست هذه هي النقطة على الرغم من أنه يحمل ضغائن ولكنه أيضا براغماتي وعملي نحن نعرف بأنه اختار نائبا له وجه له انتقادات قاسية في الماضي إنه يتجاوز عن كثير من الأمور لديه سجل وأيضا نحن نعرف بأن وزير الدفاع الذي عينه أيضا كان ناقدا حادا له فبالتالي لديه تاريخ لديه تاريخ من أنه عملي عندما يكون الأمر مصحاتي فإنه يتجاوز الأمور الحقيقة هي أن لا أعتقد بأنه سوف يكون هناك الكثير من الضغط على عشر داونين ستريت من قبل واشنطن نحن بحاجة إلى كلنا إلى بعضنا البعض